موسيقى أهلا بكم من بيت جاور مجلس شورى حزب الله في حارة حريك إلى بعبده في حكومة عسكرية فالمنفى الباريزي 15 عاما إلى العودة على موج الناس فالانتظار 10 سنوات ثم المحطة الأخيرة في ساحة النجم غدا ميشيل عون رئيسا عن 27 سنة حلم عن عمر يناهز الصبر عن مسيرة آمنت بالوصول ولم تفقد الأمل عندما أنزلت عليه الحرومات والفيتوهات فتم نفيه رئاسيا بعد النفي السياسي غدا يوم للجنرال إثنين عون الممتلئ صوتا والحاصد ما يربو على الفوز من الدورة الأولى غدا نودع جنرال الرابي لنستقبل جنرال الرئاسة بعد سنتين وثمانية أشهر من فقامة الفراغ الذي زرع العشبة على بوابات بعبدة كل الاستعدادات اكتملت لإعلان سد الشغور وصعود ميشيل عون إلى الكرسي الأولى ودخوله بعد خطاب القسم إلى قصر بعبدة سيدا منتخبا هذه المرة وليس رئيسا لحكومة متشضية ومشتورة بين شرق وغرب بل رئاسة إلى كل اللبنانين اتخذ عون شعارا لها بأن يكون بي الكل وفي خط سير الغد احتفالات سيارة بدأت من الليلة على أن تفتتح الجلسة منتصف نهار الأثنين بحضور دبلوماسي إضافة إلى عائلة العماد لبنان الذي يودع فراغه في مراسم فرح سار اليوم بمراسم حزينة ألقت السلام الأخير على ملحم بركات الذي وقفت ألحانه من بعده ترفيه وتأخذ بخاطر الناس ملحم الذي كان يصرخ الأيام ويغني على مهلك يا أحد لم يمهله الأحد وأعلنه راحلا إلى كفرشيمة في مشوار وطني وشعبي مجده صديق الدرب الشاعر نزار فرانسيس بأبيات انتزعت العبرات من عيون الناس نداه نزار من قلب الكنيسة قوم يا ملحم قوم هايدي مش إلك ليش الغفا نبض الحياة بيسألك فكنا أمام قصيدة ترنو إلى لحن الملك